اشتركوا في القناة زوجات نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لسنا معصومات عن الوقوع في الخطأ لكننا نعتقد أن الله تعالى ينزههن عن الوقوع في الفاحشة لا لأمر يتصل بهن بل لأمر يتصل بالنبوة وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون متصفا بكل استفات التي تبعد عنه النفور وإذا كانت زوجة النبي قد تقع في ارتكاب الفاحشة فهذا يوجب نفور الناس عن النبي صلى الله عليه وآله فحرصا على صورة النبي وحرصا على القيام بدوره الرسالي وحتى لا يكون في معرض الطعن من داخل بيته شاءت إرادة الله تعالى أن ينزه النبي وينزه الأنبياء عن وقوع زوجاتهن في خصوص هذه المعصية عنيت بذلك الفاحشة وهذا ما نعتقده وقد ورد في الحديث عن ابن عباس ما زنت زوجة نبي قط وفي الحديث عن مولانا أمير المؤمنين يروى حديث عن الإمام عليه عليه السلام أنه قال يا رسول الله إن الذي طهر نعلك من النجاسة والقضارة هو أولى أن يطهر عرضك من الفاحشة يعني عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا فكل من يتطاول على زوجات نبينا الأكرم هو إنسان مسيء ولا بد أن يوضع حد لتطاوله من يتطاول على زوجات النبي فهو ينال شاء أم لم يشاء علم أو لم يعلم إنه ينال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الواقع فإن أحدا لم يبرز دليلا على وقوع زوجات الأنبياء في مثل هذا العمل الشنيع ولهذا يعتبر التطاول قذفا ومن يقذف مرأة بالزنا وبالفاحشة لا بد أن يقام عليه الحد هذا إذا كانت المرأة حية وأما لو كانت ميتة فيضاعف عليه في العقوبة لأن المرأة الميتة لا لسان لها لتدافع عن نفسها فاتقوا الله أيها المسلمون في عرض نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلوا من ذلك مدخلا لغير المسلمين لأن يطعنوا في رسول الله وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وآله اشتركوا في القناة